اشتركوا في القناة انديل اتكلم وقال انه في مصلحة ما بين الامارات وحمدتي في السودان ان المصلحة دي بتتقاطع مع مصلحة مصر فقامناها القوم. طيب. هو انديل ليه قال الكلام ده? انديل قال الكلام ده خلينا ناخد تسلسل الاحداث. الحرب قامت. الفيديو المهم بتاع الجنود المصريين طلع. طلع يوتيوبر اماراتي عمل تويتر كتب فيها انه خايف انه الامارات تتوسط للافراج عن الجنود المصريين عشان ما يتفهمش ان الامارات بتدعم حمدتي في حربه ضد البرهان. طلع احنا. بيان وزارة الخارجية المصرية بالافراج عن الجنود المصريين بوساطة اماراتية. طلع احنا اكتر. شفنا فيديو لحمدتي هو بيقول انه عنده استعداد يسلم المصريين ده قبل منها. يسلم المصريين للحكومة المصرية في اي مكان هي تعوزه. تم التسليم عن طريق الصليب الاحمر ما كانش فيه وساطة اماراتية على الارض. الوساطة الاماراتية كانت في الاتصالات مع حمدتي. فهنا اتأكدت انه فيه اتصالات مباشرة ما بين حمدتي وما بيني الامارات ودي حاجة مش عايد. الرجل ده كان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. يقوله علاقة بالدول كلها وزار كل الدول كلها وعادي جدا. بس ان انت يا فلان تطلع وتقول اصلا انا خايف لاي. الناس تفكر كده انت كده اثبتتها. خلصنا الشكوك بقت عند الناس انه مش في علاقة في علاقة دي مش مش قضية مش مش كده. لا انه فيه دعم من الامارات لحمدتي. وكلام ده اكده او قاله بلاش نقول اكده قالته مصادر اجنبية زي زي مراكز ابحاث امريكية تكلمت في الموضوع ده وتكلمت على دعم روسي عن طريق ليبيا ومن حفتر تحديدا واماراتي. الكلام ده قلنا. طيب بعد كده اللي حصل. ما هو اللي حصل ده كلام عادي جدا. بعد كده طالع امجة طاها عمل فيديو مع محمد الملة او استاذ محمد الملة. علفي انه حمدتي هو اللي هيجيب الديمقراطية للسودان لان البرهان اخواني والجيش فيه اخواني. جميعنا مع السلام ومع وقف اطلاق النار ومع الحوار وضد الحرب وكلنا كذلك مع الحقيقة للخدعة. حمدتي رجل وطني وسيد برهان كذلك. لكن السيد برهان يبدو خدعوه الاخوان. عدد كبير من قيادات الجيش السودان من الاخوان المسلمين وتحديدا من كانوا داعمين للقاعدة والتطرف في المنطقة. وهم هؤلاء تحديدا ضغطوا فخدعوا الفرهان لخوض معركة ضد قوات الدعم السري. الشخص اللي كتب التغريدة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية دي عارف ان انا عارف عن طريقه مدى نفوز امجة طاها في دائرة الحكم الاولى في ابو ظبي. عارف عن طريقه مدى علاقة امجة طاها بحكومة ابو ظبي. فبالتالي وبحسب ما كل الناس عارفه وبحسب ما كل الناس علقوا على الفيديو اللي لا ما زكرتش في اسم الامارات. كلهم علقوا وقالوا امجة طاها بيمهد لدعم الامارات لحمدتي او بيمهد انه الناس تتعاطف مع حمدتي عشان علاقتها عشان علاقته بالامارات لانه هو بيتكلم باللسان الامارات ما هو دا واحد احوازي ناس قضيته وناس بلاده ومع جنسية بحرينية ومع جنسية انجليزية لسه هو كل شغلته المتحدث غير الرسمي باسم الحكومة الاماراتية. ما هنديش مشكلة برضه في دائرة. طيب كده الامارات بحسب امجة طاها وبحسب الاتصالات اللي تعملها هي على اتصال ويهمها انه حمدتي ينتصر بغير من انه ما فيش اعلان اماراتي بكده خلي بالك. احنا بنتكلم كده تكهونات يعني حاجات من وراء الكواليس. طيب ايه المصلحة اللي ما بين الامارات وحامدتي. ايه هو الدهب? وليه ما يكونش المصلحة دي مع البرهان ومع الدولة السودانية نفسها? تفرج على الفيديو هندور وانتطع. ويثار الحديث في سودان دائما الى عمليات تهريب الذهب الى الخارج. وحتى الحكومة صرحت في وقت سابق بان ما يصل الى ثمانين في المائة من المعادن الثمينة في البلاد يتم تهريبها الى الخارج. اما عن الانتاج السنوي في يقارب حسب التقديرات مائة طن. لكن لا يدخل الخزينة العامة سوى ثلاثين طنا. اما ما تبقى فيهرب. التهريب حسب المصادر او مصادر اخرى يصل الى ثمانين في المائة. اغلب العمليات تجري عبر الحدود. ومطار الخرطوم بتواطئ من المسؤولين. وقدر احد الوزراء اجمال ما يهرب سنويا عبر مطار الخرطوم باكثر من مائتي طن من الذهب. القصة انه الذهب اللي بيطلع من السودان عشرين في المائة منه شرع وتمانين في المائة منه وغير شرعي ده بيطلع من حمدتي مباشرة ان الشركاء بتوعه. طب انت ليه قلت يا امديل ان الشركاء بتوعه دول الامارات ليه ما قلتش مسلا يعني انه روسيا على فكرة هي روسيا في الموضوع بس ليه انا بقول الامارات فرج على فيديو ده وشوف كده. مئة وخبسين طن سنويا الآن من الذهب تأتي الينا في دبي عند رجل قلوتي دي ستة مليار ونص لا ترجع الى البلاد وهكذا شئة كثيرة يعرمها ويعرمها القاصة والدانية في السودان. ده رجل اعمال بيتكلم من الامارات من قلب دبي بيقول انه تيجي دهب بستة مليار ونص ما بيرجعوش على الامارات ما بيرجعوش على السعودية. خد بالك دي قناة العربية اللي كان بتطلع كلامنا من اربع سيني الفيديو ده في اخر ايام او اخر شهور عمر البشير. ما جبتلكش الجزيرة ما جبتلكش تي ار تي ما جبتلكش اي حاجة ايرانية ما جبتلكش حاجة من دي خالص وما جبتلكش برضو حاجة عالمية ولا جبتلك بي بي سي ولا دوتش فيلا ولا فرنسا 24 ولا سي انا انا جبتلك مصادر علاقتها واثيقة بالحكومة الاماراتية وبتطلع من قلب الامارات او تابعة للامارات عشان بس ايه نبقى اعلنوه لان مش انا اللي هروح استدل على الامارات بقطر ما ينفعش يعني الامارات تبقى دولة شقيقة وعزيزة وحليفة قطر مهما يعني احد بيقول لي بتبايد روش قطر قطر لو استحمت بمية النار ما تنضفش الا لو النظام تغيب فالقرائن دي بتقول انه في مصلحة اقتصادية ما بين الامارات ما بين حريطي طيب هل المصلحة الاقتصادية دي بتضر مصر لا ما تضرش مصر احنا ما اخلي بالك هي كل دولة طبيعية ان هي بتشتغل لمصلحتها والحسابها والمصلحة شعبها ولو الامارات ما خدتش ادها دهب ده من حامتي غيرها حياخده طيب وانا ليه ما هو الامارات دي سوء من اكبر اسواء الدهب في العالم فمش من مصلحتها ان الدهب اللي يطلع من هنا يروح لحد تاني فناخده هو له مصلحة من ناحية ومن الناحية التانية لانه مش من مصلحة الامارات ان حد تاني ياخده فابتاخده طيب ايه بقى المشكلة انت بتقول لي ما فيوش مشكلة مع مصر اه هو العلاقة الاقتصادية ما فيش فيها مشاكل ما بين مع مصر لكن لو تحول العلاقة الاقتصادية دي لدعم للفوز في المعركة هنا بقى الفوز في المعركة لميليشيا على الحدود المصرية يؤثر على الامن القومي المصري فهنا تتعارض المصلحة فاذا ازا ابقت الامارات على مصالحها الاقتصادية على حساب الامن القومي المصري يبقى هي كده بتدرج مصر طب ساعتها ايه المطلوب ساعتها مصر حتحافظ على امنها القومي بما يدرج المصالح الاقتصادية يا الاماراتي يعني سهلا اتنين بيتخنقوا على ركنة عربية واحد فيهم ركن في الاخر اتخنقوا بعد كده ميسكوا في بعض قطعها هدوم بعض لا حيفضلوا جراد فيش مشكلة لا انا الاركن لا انا الاركن لا انا ركنت خلاص فخلصت ده اللي انا بقوله لا شعيطانة الامارات لا اتهمتها بانها شعيطانة العرب وبان هي بتدرب الامن القومي المصري او ان هي بتضر مصر ولا قلت الكلام له خلص ولا حقوله انا دايما لما بتكلم في ملفات بتكلم بانصف من غير مهاجم ومن غير ما اوجه بكلام ماينفعش يتقال فدخلت بقى بتاع 700 800 حسابي اشتمه فطبعا لازم اتجاوب معنى لما بتشتم ولما بتهدد ولما قلة الادب بنشوفها مش هنسكوت يعني احنا كمصريين لسنة برضو بنعرف نرد يعني وبعرف هرد الحمد لله بالمش هردش تيمة بس هرد ملفات فالناس اتزعلت والدايت ونخل الناس كلموني ناس اعرفهم شخصيا فاحترما ليهم جيت في اليوم ده راح تقولت طب خلاص الحاجات الاوفر اللي انا عملتها اللي ايه مش متخصنيش يعني حاجات متخصش مصري يعني طبعت حزفتها من على تويتر اه فضرت بقى القصة شغالة والفيزا اصل انت قلبت على الامارات عشان الفيزا اصل انت اصل انت اصل انت اصل انت طب وانا وناس تانية بتقول لي انت قلبت على الامارات دلوقتي عشان الفلوس على فكرة انت لو رجعت انت كنتش بتتكلم ليه في مواضيع الفرنية ارجع في القناة كده من سنة لسنتين لتلات سنين هتلاقيني بتكلم في موضوع دعم ابي احمد دعم اه توطين ايتيوبيا في ميناء باربرة في ارض الصومال وانشاء رصيف لصالح الدولة الاتيوبية اه والكلام كان وقتها كان على انشاء قاعدة عسكرية بحرية ايتيوبية كمان ان انت تعمل تسعيدهم يعني في ان هما يعملوا قوة بحرية بغير من ان هي دولة حبيثة دولة من الساحلية اتكلمت على خط الات عسقلان ارجع برضو كده في القناة هتلاقي وانه ازاي الامارات بتضحي بقناة السويس وعايزة تفعل خط الات عسقلان او تعيد احياء الخط ده اللي مات من سنين الخط ده كان معمول لتمرير البترول الايراني ايام الحرب المصرية لما كانت قناة السويس وقفة كانوا بيعدوا من هناك اللي هلقم منهم كانت كويس انت عايز تحيي الخط ده على حساب قناة السويس طب ما قلت ابدالك يا اخي خط سومد المصر اللي انت كامارات شريك فيه وقلت ان خط سومد تقته الاستيعابية اتنين تلات مرات قد خط الات عسقلان ارجع في القناة هتلاقي اني بتكلم على الخط البغي المزمع انشاؤه ما بين روسيا وما بين امارات مرورا بايران لا ليه كل اللي فات ده انت اه فيه ناس كيف بتخش وليه استاذ محمد اتقلت وليه مش عارب بس ما كانش فيه له هجوم السافل ده قالي لي الادب ده الهجوم اللي من الناس مش متربية ده طلع لي الناس وقالوا لي خلي بالك عشان دول مش اماراتيين ودي لجان عزمي في شغل ما عنديش مشكلة بس انا عارف ان فيهم الناس اماراتيين من الناس اللي كانوا بيتكلموا من الناس اللي كانوا بيشتموا لان الناس حكوا لي حاجات وكتبوا حاجات وبعتوا لي غسائل بحاجات كانت بتحصل لما انا كنت في الامارات يعني لما حد يقولي انت كنت قعد معنا في الحد الفرانية لما كنت لما عزومين عنده فلان لما كان معك فلان طب انت لما كنت هنا بشهر كذا ولما كنت قعد في حد الفرانية طب انت لما برحت وجيت لما فلان لما كلمك في الخاص وقال لك كذا متقوليش بقى مش بس خلينا نقول انه الاغلبية من زباب عزمي بشارة اللي قاعدين في الكويت على فكرة هم قاعدين يعني الايبهات بتقول كده في مجموعة ايبهات كانت طالعة من الكويت ومجموعة ايبهات كانت طالعة من الامارات فانا لأ انا مع بلدي ومع الامارات ومع السعودية ومش معنى ان انا النهاردة بتكلم على ملف في خص الامارات انه الاماراتيين بقى يخشوا يشيطانوني مع السعوديين عشان السعوديين كأم يعني مش قادرين علي فعايزين بيا سعوديين خلوا بالكو ده هيقلب عليكم زي ما قلب انا قلبتش عليكم والله لو قلبت عليكم بقى ايبه انا حاعد ادور على ملفاتكو في كل حتة في العالم واحتكلم فيها ما يقصينيش الكلام ده نقولت قبل كده انا بتكلم في اللي يخص مصر لانه الامارات في الاول في الاخير دولة عزيزة ودولة اه شقيقة ودولة حليفة وما طلعت لكش ملفات استثمار داخلية عشان فيه وها ناس بتكلم في الاستثمار والامارات بتستثمر يعني ما طلعت لكش مشكلة ما بين شركة العبار وما بين شركة مدينة نصر وكان في قضية دولية مرفوعة فيها من شركة مدينة نصر بتطالب شركة العبار بتلاتة اه مليار دولار تعويض وخلصت في الاخر الرئيس خلصها بالمحبة بمليار بمليار جنيه لصندوق تحية مصر وخلصت اخواته وان كنت اخوات تعادوا البعض يعني يفووتوا البعض ففيه حاجات كتير كده الواحد بيعديها شركة برضو عاملة تقريبا هي العبار او شركة تانية اخد ارض في السحل الشمالي المفروض ان تعمل فيه تلات تلاف رقفة فندقية عملته كله شليهات وفلل بمخالفة للعقد والدنيا بتمشي انك تاخد حتة ارض مثلا خمسين الف متر فتروح اخد عشرين الف متر من جنبها ما اصل الدنيا كويسة والامارات ومصر واحد ما هو ده اللي بيحصل خلي بالك دي فيه ملفات كتير وبتكلمش فيها ومش عايز اتكلم فيها لانه في دولة انا بنتمي لدولة هي الدولة بتعرف تاخد حقها انت يعني ما جيتش اشتريتني انت جيت استثمرت في منطقة معينة بشروط معينة بنظام معين انت لو حد اخد مليون متر في دبي وخد متر زيادة حيتبقلش فالدولة في اجراءات بتاخدها هي تتكلم فيها وبعدين انا لست الارض اللي اتخدي دي مش بتاعتي بتاعت شركة الشركة بقى تحافز على حاجتها تضايع حاجتها انا مالي ما يخصنيش فانا لو عايز اعود اتكلم اعمل كل حلقة انا قلبت بقى على الامارات خلاص ما هو دفعوا لي ما هو النظام دفعوا لي واخد بالك انت فلو انا قلبت على الامارات يبقى انا مش هسيب الامارات ده ما حصلش الامارات شقيقة وعزيزة وعلى رأسنا وفي وسط التغاردات والهجوم والشتيمة ناس بقى بخش اتمنشني اللي بتسندني خد يا سيد محمد الفيديو ده فيديو الاسلحة اللي موجودة في 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 السوداء اقول له ده فيديو قديم يعني مش هستدل مش مش هشوهك بأدلة بايزة او مش 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 هشوهك اصلا يعني انا لما بتكلم انا بقول انه فيه تقاطع مصالح مش عايزني اقول فيه تقاطع مصالح لدان تبارد او بصراحة انا من حق ان انا اقول كده والتاني ده يطلع اليوتيوبر يقولك الرخيص الرخيص ده لما بيع بلدي علشانك عشان انت ضيفتني مرة ولا ضيفتن اتنين ولا ولا اروح ابيع بلدي انت اشتريتني لا انا محدش بيشتريني انا محدش بيشتريني لو انت شفتني بعت بلدي حقك ان انت تقول علي رخيص زي انا كده ماقلتش عليك رخيص عشان انت بتدفع عن بلدك لان البلد دي اكراميتك فلما انت تقول علي رخيص عشان انا اقف جنب بلدي او انا شايف ان في مصلحة البلدي ممكن تنضر وفق امنها القومي مش في فلوس مش في اي حاجة معلش اسمح لي انت رخيص في اخير الفيديو عايز اقول حاجتين اول حاجة لما تشوفوا حد من الاخوة اليوتيوبرز او اللي موجودين على السوشيال ميديا بيتكلم عن ادوار طيبة للامارات ادوار حليفة ادوار داعمة للاستقرار للاي حاجة ده ما عنديش مشكلة معنا لما تشوفوا حد بقى بيشتم او بيهاجم او بيشيطن او بيشوه اللي بيتكلم على دور اه سلبي او دور فيه تقاطع مصالح للامارات ده اعرف انه رخيص يباع نفسه يباع نفسه يباع نفسه للبيعة لانه انت ممكن تطلع ترد على الفكرة لكن ما تشوهش الشخص وتشيطانه ولا تجيب اسمه اساس جي نقطة النقطة التانية انا قلت لك القرائن اللي انا بنت عليها اه احتمالية دعم الامارات لحمدتي فلو حد من الامارات حابب ان هو يرد على الكلام ده على يعنيه على رأسي عايزين تطنيشه وتكبره دماركه تطنيشه وتكبره دماركه على يعنيه على رأسي ما عنديش مشكلة ابدا انا قلت اللي عندي حطيت القرائن اللي بتدعم التصور اللي انا حطه في دماغي او اللي انا وصلتله ودي في الاول في الاخر قناعة الشخصية لان انا لا امثل اي جهة او اي شخص او اي دولة غير نفسي وبس حتى الدولة المصرية اللي معايا جنسيتها انا مش بمثلها دولة المصرية فيها اللي بيمثلها على مستوى الحكومي لكن انا بمثل نفسي بقول وجهة نظري وجهة نظري عاجب حضرتك على عيني وعلى راسي مش عاجب حضرتك عندك رد عليها في سياق الموضوع تفضل رد وشرفني ولو ردك ضحض الكلام اللي عندي انا هطلع اعمل حلقة واقول انه انا جات لي المعلومات الفرانية وتقال لي كذا وتقال لي كذا والوزائق والادلة هي وانا كنت غلطان في طرحي لكن هترد علي باني بانك تشتمني فانت كده بتشتم نفسك وبتشوه نفسك وبتبين ان انت ما عندكش حجة وان انت فعلا بتعمل اللي انا بقوله ده وربما ما هو اكتر منه شوفكم في حلقة جيدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة